هذي عامين ونص ما رحش لدزاير هذي عامين ونص ما شتش عائلتي ما شتش والدية ما شتش العزازة علية واخيرا الحق هذا كل نهار الجميع مغترب يتمنى اليوم على ربي كنا الفنتنا في مي نهار الاربعة اليوم الموعود يوم الواجن تاعي والسفر التاعي الى بلادي العزيزة لدزاير بعد غيامه كي ما قلت لكم عامين ونص دو كاني شوف الفطو وستكتو فرق حافيت نتقاس معاكم بلوغ بزاف زاف شباب على بالي بلوغ فلس رح يحسوا بي المتغربين نتمنى هذا الشعور الجميع واحد متغرب ربي جمعه بوالدي هو بعيلة وبحبابه ان شاء الله المهم هنا كنا سيبون لحقنا للمطار رحنا في المطار يعني دي فارتا عنا كلمان المطار تاع نورك في نيو ديرزي هنا كنا سيبون وجدنا لفاليز انتوعنا حكمنا هذك يعني كنا كوماندينا هذك البيس سبيسيال ما مشي البيس موهم هذك البيس سبيسيال اللي تدي القشم يعني هي سبيسيال متى على ايروبور وصلنا مش بعيد علينا ايروبور واحد الكنز مينوت قادرنا تشاكين وهنا كنا رايحين نحوسوا على القايت انتا عنا شوفوا سبيسيال هو كان بواليز بزاف 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 متعب لانو بواليز بزاف طويل رحنا على مصر مو تقوليش علاش رح تفير على مصر بس كشيت بزاف لي كومنتار في الفيديو تاع اليوتيوب وش داك المصر وش داك المصر من بعد نحكي لكم وش داني على مصر مو تحديث حتى البيسيال الحاجة الصعبة كامل هي انك تبويجي مع الولاد اللي عندها الولاد ولا اللي عنده الولاد وما في بواليز معهم عندوا فكرة مو تحديث حتى البيسيال بزافة صعب يعني اللي رح وحده محشي صعب له ماك ميقول لك اس وقت تستاهل يعني باش نوصل لالجيريا كما يقولوليدي بس كالوليدي صعالة بالجيريا ارجرية بخير يا بزيف قلت له هذه يا ولدي بيش توصل الالجرية لازم لك اتمام المؤيدة كبيرة المنhips وقتكم احنا مع طياران المصري هنا كنا تقريبا واحد تقريبا تساع سوية هكاك معهم من نيو جرزي لمطار القاهرة الدولي ديمان ساعة واحدة بتوقيت نيو جرزي وصنا تقريبا تستة وشي هكاك بتوقيت مع الصرف يعني صارفة كل شي كدم لي حاطونا كيم عشتو لغدا حبيت نصور لكم ومعشي تغدو لأعشاء من شعفهم وهذا فتر الصباح وهنا كنا سابوا لحقنا المصر كان عنا ما طلع الصباح كان عنا اسكال تقريبا تقريبا تلسواع 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 ونص وحمد الله اللي كانت كان فلاسة هالي وني لعبو دراري بس كما قلت لكم ولدي شغل تقريبا عشو سواع ولا هوا ما في الطيارة ولدي صغير ولدي صغير ولي هالي كانوا بس كار ما بدا يمشي ومعاد شي حبي يريح يعني حبي يمشي بزر كي وصلنا للقاهرة قالوا كي انا سابوا خلوني نمشي ممكن ذيا كانوا ذيكي تلسواع تعبوني يلعبو دراري خليتواع بنعبو شوية حتى وصل الوقت انو روحوا للقيتم تعدم وهنا يا سابوا اطلعنا في الطيارة من مواصلة الزاير كيف كانت هاي لكون شابية وهي اللي كان قريبا نوصله لتزاير شوفوا هذا المنظر كيت بداوا تشوفوا تعفوا باللي سابور كتقريب تحطوا كيف يقول لك لتزاير احساس على بالي يحس به غير متغرب احساس بزاف بزاف شباب خليلكم الفيديو هنا تسمى واحد يبكى واحد العياط الولادي سابوا عيات قالوا سابوا نسمونا نحطه من الطيارة يبكو 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 ومعليش انا معاك ماذا يبكى قلت لما نسموني نصور معلبي ايش فيكم سابوا رايق لبتحب الطيارة في مطار هوري بومدين احاو حد الشعور ماذا يبكو يبكو وماذا يبكو خليكو احساس وماذا بقلت لكم باقي قمت بالظاف سعيد أنه يبكو متعبا لا يستعرص شعر رائع علي دخلوا وتشوفوا مطار هو يبو مدين اف ترتاح وشوت نسوكا لك التعب على ما يكمل يسابوا ريحت وصابوا الحق للدزاير من قرحنا ديراكت جبنا الباقاج بتاعنا وهذه هي هذ هي يعني بمختاصة رحلة نتاعي كيفاش كانت نتمنى هالجميع مختلفة ان شاء الله ربي لما شملوا مع عائلته يا ربي يا رب